سيد الدكتور إسماعيل سليم والزملاء العاملين بالمركز جميعا على استضافة المركز لأنشطة وفعاليات فرع مصر للمجمع الملك البريطاني المحكمين معتمدين ومنها هذه اللقاءات يسعدني النهاردة أن نحن نرحب بضيفنا ومتحدثنا هو أستاذ قانون وفقيح قانوني مشهود له له باع كبير في مجالات قانونية عديدة وبصفة خاصة في مجال القانون المدني وفي مجال متعلق بالملكية الفكرية وحقوق المؤلف والتأمين وغيرها من الموضوعات إنما متحدثنا اليوم أستاذ الدكتور حسام لطفي بالنسبة لي يمثل أهمية خاصة واستثنائية وهو أنه أخ وصديق وزميل دراسة جمعتنا قاعات وأروقة كلية الحقوق جمعت القاهرة من سنة 1974 إلى 1978 عندما تخرجنا سويا وكل مننا سلك طريقه في الحياة إنما بالرغم من ذلك كانت تجمعنا دائما محطات ولقاءات كثيرة وحافظنا على هذه الصداقة والزمالة لما يزيد على الأربع عقود دلوقتي من غير ما نكبر في سنة كدكتور أستاذ الدكتور حسام لطفي هو أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق بني سويف هو رئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق في بني سويف وأستاذ كرسي منظمة اليونسكو في مصر لحق المؤلف ومحامي بمحكمة النأ حاصل على لسانس الحقوق جامعة القاهرة سنة 1978 ودبلوم القانون الخاص من كلية الحقوق جامعة القاهرة أيضا ودبلوم العلوم الجدائية من كلية الحقوق جامعة القاهرة سنة 1980 ودركت الدكتورات دولة في القانون الخاصة من جامعة باريس عام 1983 ودرجة الأستاذية في القانون المدني بكلية الحقوق عام 1995 تدرج دكتور حسام لطفي في عدة مناصب هامة عمل وكيلا للنائب العام ورئيسا للنيابة العامة ثم مدرسا للقانون المدني وأستاذ مساعد القانون المدني ثم أستاذ القانون المدني ثم رئيس لقسم القانون المدني بكلية حقوق جامعة بني سويف ووكيلا لكلية حقوق بني سويف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ووكيلا لكلية حقوق بني سويف للدراسات العليا والبحوث ورئيس قسم القانون المدني بالكلية وقام الدكتور حسام لطفي بالعديد من المهمات العلمية في مختلف المجالات سواء للحكومة المصرية أو لغيرها من حكومات الدول العربية وللأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو وحاصل على جائزة دولة التشجاية عام 1978 في القانون المدني ونقط الامتياز من الطبقة الأولى عام 1987 دكتور حسام له العديد من الكتب والمؤلفات منها ما هو باللغة العربية ومنها ما هو باللغة الفرنسية أما إسهامه في المقالات العلمية والقانونية فيعني أكثر مما يتسع وقت هذه الندوة للإشارة إليه لأنها له إسهامات حقيقة عديدة جدا 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 دكتور حسام النهاردة هيطرح مع أنا ومع حضراتكم موضوع واضح أنه فيه كثير من التشويق وأيضا محتاج إلى كثير من التوضيح أعتقد أنه هو أهل له السيد دكتور حسام لطفي هيكلمنا عن موضوع وسحب أحكام محكمة النقد كاستثناء على قوة الأمر المقضي فيه وهيطرح هذه الحالة باعتبار أنه ده بتمثل استثناء لأن كان دائما إحنا بنعتبر أن الحكم النقد هو نهاية المطاف في إجراءات الأخاض سواء أصابت المحكمة أم أخطأ وحتى في التعبير الشعبي الدارج عندما تصل أي مسألة إلى حدها النهائي فالناس بتقول خلاص ما بقاش فيه لا نقد ولا إبران إنما الدكتور حسام لطفي بيطرح إمكانية أن لا حتى بعد ما يكون في حكم النقد فربما يكون هناك أسباب تسمح بسحب هذا الحكم على خلاف ما قد يثور في الزهر في موضوع متشابه وهو التماس إعادة النصر في الأحكام لن أطيل على حضراتكم في هذه المقدمة حتى أترك الكلمة والشرح والتناول المستفيد لضيفنا ومحدثنا اليوم الدكتور حسام لطفي بس أحب إن أنا أنوح إلى إن في نهاية المحابرة هيبقى فيه وقت لطرح الأسئلة والإجابة عليها ومنقشة الموضوع اللي يطرحه الدكتور حسام النهاردة وأيضاً أحب إني أنوح إلى إن كما حدث في الويبنار الأخير أن محدثنا اليوم الدكتور حسام لطفي تفضل مشكوراً بأنه هو سيهدي أحدث مؤلفاته إلى أحد المشاركين في ندوة اليوم سيتم اختيار الشخص الذي سيهدى إليه هذا الكتاب عن طريق اختيار قرعة عشوائية بيقوم بها قسم الـ IT في مركز القاهرة من خلال كل المشاركين الكتاب الموح ده سيكون من حظه وشرف أحد السوملاء أنه يحصل عليه من الدكتور حسام لطفي هو كتاب عنوان الأحكام العامة لعقد التأمين دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي وهذه هي الطبعة الثامنة والأخيرة التي صدرت مؤخراً في 2021 يعني لسه خلال الأيام القليلة الماضية فشكر جزيل للدكتور حسام على هذا الإهداء وبعد إذن حضراتكم نستمع الآن إلى محاضرة الزميل الأستاذ الدكتور حسام لطفي فليا تفضل شكراً سيد الرئيس سعادة كبيرة أن أكون اليوم ضيفاً على حضراتكم وتحت رياسة السفير محمد مصطفى كبان وهو صديق عزيز كما قدم ووضح وجميل دراسة على مدار سنوات طويلة ولا أقول أنه أكبر مني في السن وأنا أصغر منه في السن فنحن أبناء دفع واحد يعنيني في الحديث عن هذا الموضوع أنا متابع رجوع الأفعال التي صحبت الإعلام عن المحاضرة أن البعض بتتدخل عنده المفاهيم بين مصطلحات كثيرة جداً محكمة النقد بتطرح عليه وعن فينا القانون في بلاد العربية أو في مصر يستخدمها فمثلاً إحنا عندنا المفروض تبقى للقانون عندنا الدرجات التلائي واستئناف ونقد أو تمييز في تكديم البلاد العربية بعد سجون حكم التمييز لا نستطيع أن نعيب الحكم إلا بدعوة قطلان أصلية وتتطلب توافر أحد حالات الصلاحية لدى القاضي في خارج نطاق الحديث اليوم نقطة الثانية التماس إعادة النظر ودى بيكون في حالات محددة مصر عليها قانون من بينها أن تكون هناك ورقة بديدة لم تكن مطروحة على المحكمة من قبل فتقبل عدالة أن تستمر قوة الأمر المقدي قائمة مع وجود ورقة تقلب الموازين ما يعنينا الآن هو سحب أحكام محكمة النقد بالمصطلح الدقيق جداً الحقيقة أنا طرح علي في الأول أو أنا ببحث الموضوع عدت أبحث زوالت فترة طويلة أبحث عن المسمى الدقيق هل هو أرجوع محكمة النقد على حكمها هو سحب اللي محكمة النقد لحكمها النقد لحكمها أو بدول محكمة على حكمها الحقيقة في نهاية المطاف اهتميت جداً بفكرة أن أنا أستغرق المصطلح سحب لأن إحنا كرجال قانون في القدرة في الفكر الإداري في الفكر القانون العام نقول سحب القرارات الإدارية إذا سحب القرار الإداري إذا لما كان لهم الأثر وعطوه بركاء لم يكن فالقرار الإداري ممكن نشبهه هنا أو نقيصه على الحكم القضائي إن محكمة النقد بالرغم قوة الأمر المقدي فيه بتقرر بتجتمع بناء على طلب من أحد أحصان الدعوة بيقدم طلب لإما في سورة طلب بإسم رئيس محكمة النقد أو عريضة طعن بالنقد يعني دول الطريقتين الممكن اتباع أيهما في مخاطبة محكمة النقد إذا وصل الأمر إلى محكمة النقد محكمة النقد بتعرض المنث على الدائرة التي أصدرت الحب هي الدائرة التي أصدرت الحب بتدعو الأطراف وتبدأ في البحث عن سبب لسحب الحب هنا بنقف عند النقطة ما هي الأسباب التي تبرر السحب حد لحضراتكو في البداية تجربتي الشخصية أنا تجربتي الشخصية أنه الموضوع أنا واخده من زاوية القانون المدني أنه استثناء على قوة الأمر الماضي فيه ندرس المادات ندرس حجية الأمر المقضي فيه وقوة الأمر المقضي فيه الحجية عليها استثناءات إنما القوة لنكن نعلم أن هناك استثناءات تريد عليها وفي وجهنا لأن هناك استثناء جديد من مواقع سكمة النقد من فترة طويلة وكان الغرض الأساسي هو أن العدالة تأبى أن نحتفظ بحق ليس له أصل ثابت في الأوراق الفكرة الأساسية في سحب الحق هو أن يكون هناك سبب لا يرجع إلى الطاع ترتب عليه أن صدر الحق على النحو الذي صدر عليه فالطعم عادةً بيبقى ترفض والرفض هنا بيبقى مثلاً في القضاء الجنائي يقول أن هناك طعن أمام الدائرة الجنائية في محكمة النقد الدائرة الجنائية الحقيقة متحمسة جداً في السحب ويتطبقها بالفعل مثلاً أن أنا متقدم بطعن أمام محكمة النقد في حكم صادر من محكمة الجنايات وطالب إلغاء الحكم إلغاء الحكم الموضوع فمحكمة النقد قبل أن تنظر في الملف الدائرة تقول أن الطعن أو محامي الطعن ليس بيده وكالة تقوله الطعن بالنقد هذا سبب خارج عن إرادة الطعن يقولوا أن المحامي ليس معه وكالة أو يقولوا أن الحكم مما لا يقبل الطعن فيه برطب سبب خارج عن إرادة الطعن المحكمة قررت أو رأت أن الحكم ليس من بين الأحكام التي يمكن الطعن فيها حضراتكم عارفين أن يكون هناك نصاب للطعن بالنقد في أحوال معينة ولكن نتحدث في الجنائي بنيجي نقول المخالفات مثلاً هل يوجد طعن فيها بالنقد وهل في بعض البلاد تقبل هذا أو بعض البلاد تقبل الفكرة أن محكمة النقد تتعامل مع هذا الأمر بمنتهى القوة كلما كان سبب السحب راجع لسبب خارج عن إرادة الطعن يعني بنقول مثلاً هو خطأ وقع فيه قلم كتاب المحكمة تنزيها للمحكمة على الخطأ قلم كتاب المحكمة لم يرفق التوكين لم يرفق ما يفيد أن الطعن قطعنا في المعاد محكمة رفضت الطعن وقالت أن الطعن قطعنا بعد المعاد الطعن وكيل الطعن ليس مقيداً أمام محكمة النقد وكيل الطعن لم يدعو موكله للمسؤول للتنفيذ قبل نظر الطعن بالنقد في كل هذه الحالات محكمة النقد إذا قضت بهذا وقالت عدم قبول الطعن بسبب من هذه الأسباب ثم تبين بعد ذلك أن وكيل الطعن مقيد لدى محكمة النقد أو أن الأحكام مما يقبل الطعن فيها أمام محكمة النقد أو أن الطعن قطعنا في المعاد ما هو الحال؟ هنا توقفنا محكمة النقد اجتماعي وقررت أن تنظر في هذا الأمر وبدأت تتحدث عن أن قوة الأمر المقضي فيه أمر مهم جداً ولكن أرواح الناس وحريتهم أولى بالرعاية أولى بالرعاية بمعنى أنه إذا وقعت محكمة المقضي فيه خطأ يجب عليها أن تتدارك هذا الحطأ كلما كان هذا الحطأ ليس راجعاً إلى الطعن ولكنه راجع إلى جانب المحكمة إذا بنستبعد كل الحالات اللي فيها تعييب للحكم من ناحية الموضوع ده تعييب في معالجة الطعن من حيث الشكل هو ده السبب اللي محكمة النقد مقتنعة إنها بتسحب الحكم وتصدر حكم جديدة حقيقة دائرة المدنية على صعيد آخر وقد موقف مغير تماماً بتقول أن قوة الأمر المقضي فيه متعلقة بالنظام العام قوة الأمر المقضي فيه مهمة للغاية ولا يجب أن يتم النيل منها بأي سورة من السورة قوة الأمر المقضي فيه مقترنة بالأحكام الصادرة من محكمة النقد وأن محكمة النقد هي نهاية المطاف في إجراءات التقاضي وهنا الجملة اللي استوقفتني واللي خلتني بدأت البحث هي التي دعتني إلى قيام بهذا البحث أصابت المحكمة أم أخطأت؟ أصابت المحكمة أم أخطأت؟ هنا استوقفتني هذه العبارة أن محكمة النقد تقول أنها أخطأت ولكنها لن تتراجع طبعاً الضحية هنا هو الطعن فالحقيقة بدأت أدرس ما هو السبب الذي جعلت محكمة النقد تكيلوا بمعيارين أو تكيلوا بمكيالين في دوائر الجنائية تسحب الأحكام والدوائر المدنية طرفوا بالسحب واستمر هذا الوضع حتى الآن وبدأت أهتم بفكرة أن أدرس هل هذا مرجعية في العالم؟ وجدت مثلاً في فرنسا أن محكمة النقد بتسمي هذا الأمر راباداريجة من فاق برب راباتر بمعنى نقد هدم الحقر، تقويد الحقر، تجمير الحقر، راباتر، بيسقط فقالت كلما كان ذلك راجعاً لسبب لا يعودوا إلى الطعن على المحكمة مدنية أكانت أم جنائية أن تسحب حكمها وتصدر حكم الجديد في الموجودة طبعاً تطور كبير جداً القضاء البيجيكي عنده نفس الفكرة القضاء الإنجليزي عنده نفس الفكرة القضاء الأمريكي عنده نفس الفكرة والحقيقة منطقي جداً موقفهم أنه هم بيكلموا على أن الطابع البات أو السماء الباتة للحكم الحائص قوة الأمر المقد فيه لا يجب أن تكون سبباً أو مدعاة للتضحية بالعدل والعدالة الحقيقة موقف دوائل جنائية في محكمة النقد المصرية محل نظر شديد جداً من الدوائل من النقد الجنائية بتقول هذه أرواح الناس وحريتهم فأنا سأسحب طيب موقف نبيل من الدوائل الجنائية الدوائل المدنية نحن موقف مغاية تقول له الدائرة الجنائية بتفعل هذا لدي أرواح الناس وحريتهم ولكن أنا لا أفعل ذلك في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والعملية أمر غريب للغاية لأن إحنا أمام نفس الواقع أنا طعمت هنا في المعاد المحكمة قالت نطعمت بعد المعاد إذا كان الطعن جنائي بيتقبل السحب إذا كان الطعن مدني بيرفض السحب حقيقة تناقض يجب أن يتم التعامل معه ومنتهى الحزب بدأت فكرة أن أتتبع الأحكام الصادرة من الدوائل المدنية أتتبع الأحكام الصادرة من الدوائل الجنائية ووجدت إصرار شديد جدا من جانب الدوائل المدنية على رفض السحب مهما كانت ثم وتقدم لها الأدلة عشرات الأدلة من السادة المحامين ويشرحون بالتفصيل ويكون حكم المحكمة أنا نهاية المطاف في إجراءات التقاضي أصبت أم أخطأت بل في أحكام استعدمت أن حكم النقد هو عنوانه للحقيقة حضر القضاء سمح لنفسه بأن يتزايد بل أحكام النقد هي أقوى من الحقيقة نفسها وهل هناك ما هو أقوى من الحقيقة؟ حقيقة موقف غير مبرر من الدائرة المدنية إما أن نقبل السحب على إطلاق وإما أن نرفض السحب على إطلاق ولكن ما الذي يدرنا من تطبيق فكرة السحب إذا كان يترتب على تطبيقها إعلاء لفكرة العدل والعدالة إعلاء لمصلحة الطاعم لأنه قد حيل بينه وبين الانتصاف لحقه عن طريق القضاء وأن القضاء قد ترد بغير خطأ من الطاعم بغير وزر الطاعم في خطأ فهنا يجب على المحكمة بناء على طلب الطاعم أن ترجع عن حكمها تعدل عن حكمها تلغي حكمها أنا سبيته كإشكالية مصطلعك أن تسحب حقنها وتعيد النظر الموضوع من جديد الحقيقة حدي لحضراتكو مثال عملي أنا تابعت ما عملت هذا البحث بعدها فترة 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 كامترم الشيخ حد اعتدى على العلامة التجارية الخاصة دي وكانت قاطية جنائية وفتح مكتب سياحة في شارع سليمان باشا في وسط القاهرة وسمى المكتب فترة ومقرار في ألمانيا انزعجت جدا من هذا الأمر وأبلغت شرطة التموين وشرطة التموين قامت باتخاذ إجراءاتها والضبط وتقديم الواقع بمحضر لنيابة العامة درجة أولى وثمى أمام النيابة العامة ثم طرح أمام القضاء وفوجنا بالحكم القضاء محكمة الجنح أن المتهم تقدم بشهادة ميلاد والدته السيدة حيات وقال أنا لم أعتدي على علامة حيات ولكن أنا متمسك باسم السيدة والدتي وهي عزيزة على قلبي جدا فأنا أطلقت اسمها على مكتبي اسمه حيات تورس بأمريكا بناء عليها المحكمة ابتدائي ثم استقنافت برقتهم من التورس وهو التعدي على علامة حيات الأمريكية فطبعا الحقيقة بعد ما صدر هذا الحكم حصل تدخل من جهات كثيرة جدا والمستثمرين والجانب الألماني والجانب الأمريكي انزعجوا إلى مقابل الشركة في ألمانيا وقرروا توكيل مكتب محامة مغاير في مرحلة المعقدة ووقع علي الاختيار بحسن الحظ لأنه وصلني إلى أن أنا بحاضرة حضرتكم في الموضوع ده دلوقتي وقع علي الاختيار أخذت الملف قرأت بعناية وجدت أنني أمام قضية متميزة للغاية أستطيع أن أزبت فيها أمام القضاء أن المتهم الذي حصل على الضراء قد حصل عليها دون واكحة فتوجهت لمحكمة النقل وكان أول طعن بقوم به في حياتي بقر بنفسي أمام محكمة النقل من حوالي أكثر من ربع قرر حقيقة رحت لمحكمة النقل وبدأت أتتبع السوابق بتاعتها في مجال العلامات التجارية من خلال المكتبة عندها ومن خلال المجموعات التي كانت منشورة لم يكن ميسوراً الحصول على الأحكام كما هو الحال الآن المهم انتهى المطاف إلى أن لدي قضية جيدة جداً وقبلت أن أتولى الدفاع وحتست مع الشركة المالكة وقبلت الطعن قبلت أن أتعاون معهم في الطعن أرسلوا إلي بالتوكيل من ألمانيا والتوكيل أخذ فقد أن تصدق عليه من أكثر من جهة إلى إن جاء إلى مصر قبل أن ينتهي معاك الطعن بالنقل بساعات يعني كان فاضل يوم ونص حقيقة أخذت هذا التوكيل وقمت بترجمته في وزارة العدل واتفقت معهم من تاني يوم الصبح هستلمس ساعة تسعة وفعلاً تاني يوم الصبح الساعة تسعة استلمته طبعاً بعد ما أصدقت عليه وأودعته أبيها بيومين وتوجهت إلى محكمة النقل وكنت أعداد الطعن بالنقل وطعنت بالنقل في اليوم الأخير الساعة 12 إلى 15 دقايق قبل غلق الخزن وأخترت الشركة الأجنبية بأنني قمت بتطعن في النعاج وأرسلت لها نسخة من صحيفة الطعن بالنقل وجالي الرد أن هما سعداء جداً بالكلام اللي مكتوب وتبدأ بالعربي وبعتنا له نسخة بلغة الإنجليزية وكانوا سعداء بما هو مكتوب وانتظرت تحديد جلسة حكم صدرت بالبراءة ما فيش عجلة لمحكمة النقل في نظره طابعنا المحكمة على مدار حوالي سنتين إلى أن تحدد ميعات بنظر الطعن بالنقل ثم فوجئنا يوم الطعن أن الحكم صدرت بعدم فابول الطعن لأنني لم أتقدم بوكالة عن الشركة الطعن طبعاً نزعكت جداً تقدمت بشكوى إلى رئيس محكمة النقل في ذلك الوقت وكتبت في الشكوى أنني لا أتدخل في عمل المحكمة ولكن سمعتي كمحامة هي الآن معرضة للحضر أنا تعقدت مع شركة إجنابية والتزلت بأن أطعم في الميعات وطعنت في الميعات وترجمت الوكالة وقدمت الوكالة وعندي الجليل أن قلم كتابي المحكمة ولهذا السبب قلت أنك الأول طعن أقوم به فحرست على أن أستوقع كاتب محكمة النقل على أنه تسلم أصل التوقيع وطلبت منه أن يوقع ويختن جنب التوقيع والرجل الحقيقة وجد أن أنا متوتر قضية مهمة جداً فقبل وفعل فتوجهت الرئيس محكمة النقل ومعايا الوراء التي تفيد أن كاتب المحكمة قد تسلم مني الطعن وتسلم مني أصل الوكالة وكاتب أني تسلمت أصل الوكالة الحقيقة رئيس محكمة النقل كان متجاود جداً وقال لي أنا كل أقصى ما أستطيع أن أفعله أن أكتب عرضة على الدائرة التي أصدرت الحق وبالفعل حددت لها جلسة بعد سنتين ونص تقريباً من حكم البراءة وذهبت إلى المحكمة طبعاً الخصم ما حضرش أنه مجاله ما يفيد من فيه طعن بالناء لن يصدق أنه هو واحد بالفعل حكم بعدم قبول الطعن شكلاً منذ سنوات فاعتبر أن هناك خطأ فلم يحضر حضرته منفريداً والحقيقة الدائرة كانت مرحبة جداً بالفكرة وطلبوا مني أن أجلس وأشرح القضية بالتفصيل واستمعوا لي على مدار أكثر من نصف ساعة شرحت القضية بالتفصيل وقلت أنني لا حضرته الآن الدفاع عن مصلحة موكلي ولكن أنا ليه مصلحة شخصية في هذا الطعن فإذا شاءت محكمة النقط أن ترفض الطعن المقدم مني فهذا بما ثابت حكم بالإعدام على سمعتك محام ورجل مهني مختلف إنما إذا شاءت محكمة النقط أن تنظر في الطعن وتراجع أن هناك خطأ وقع من المحكمة وهو راجع إلى سبب لا يدي ليه فيه شخصياً لكنه خطأ من قلم كتاب المحكمة فسأكون ممتنة لها جداً وبالفعل حجزت الدعوة للحكم وبالفعل صدر حكم من الدائرة الأجنائية في محكمة النقط بناءًا على طلب مني كمدعي بالحقوق المدنية جي أول سابقة في تاريخ محكمة النقط ولم يحدث أن كنت طلب مماثل حتى الآن أتمنى أن هذا الكلام يحصل والتنمى أن نركز عليه كلنا وقدمت الطلب خدت نسخة للحكم والحكم واضح تماماً أنه بيقول زي ما حضرتكم موجود في البحث عندكم بيانات للحكم وبيانات القضية أول واقعة في تاريخ محكمة النقط يتم سحب فيها حكم بالبراءة وإدانة المتهم بأقوبة سالبة للحرية وتعويض مدنة طبعاً كان منذل الانتصار كان محامي إنما الموضوع ده زود عندي يقين إن يجب أن أتابع فكرة سحب الأحكام ويجب ألا تضيع هداء في فترة الإعداد وانتظار حكم النقط كان البحث ده بيكتمل وبيكتب وأنا بعده مهتم جداً وفي ذلك الوقت كانت الأحكام الفرنسية والحصول عليها والأجنبية والأمريكية والبالجيكية ما كانش سهل الحصول عليها بالإنترنت ما كانش بدأت تشتغل وبقينا نحصل على الأحكام بسهولة أكثر ويسرى أكبر فكانت بتيجي الأحكام عن طريق الفاكس وكانت بديبقى ساعات كبيرة والفاكس كان يقطع وما توصلش نسخة الحكم كاملة وأطلق من الشخص اللي أرسالها يرسلها ليها مرة تانية مهم إن أنا وضعت كل إمكاناتي العلمية في أن أدافع عن هذه القضية في بحث علمي والحقيقة بعد صدور البحث العلمي ساعدت جداً بمكالمة من رئيس محكمة النقط كرئيس المكتب الفني لمحكمة النقط في ذلك الوقت وقال لي إن يمكنني بناء على طلب من رئيس محكمة النقط وده كان قبل ما طعن بالنقط الذي قدمته يقدم وقال لي إن رئيس محكمة النقط مهتم جداً بالبحث اللي أنت عملته وإن إحنا عايزين ننشره في مجالة القضاء وبالفعل نشر البحث في مجالة القضاء وحرست قبل نشره إن أستطلق رأي فقهين متخصصين بحكم إن أنا أستاذ قانون مدني توجهت إلى أستاذ كبير جداً واسم متميز في مجال التفق المرافعات وهو أستاذنا العظيم الدكتور ودي راغب في جامعة عنشامس وديته نسخة للبحث حقيقة بعد 24 ساعة كلمني وقال لي إنه سعيد جداً بهذه النتيجة وإنه سعيد بالبحث وأنه يوافق تماماً على كل ما قدته وقدمت نسخة من البحث لأحد رئيساء محكمة النقط متقاعدين والحقيقة تفضل مشكوراً بقراءته ومراجعته والحقيقة كان سعيد جداً بالنتيجة وقال لي أنا لا أفهم أن محكمة النقط تقول أن حكمي هو نهاية المطاف في إقراءة التقادي وأن حكمي أصط أم أخطأ وأن حكمي هو عنوان الحقيقة بل هو أقوى من الحقيقة نفسها وهي تعلم علم اليقين أن هذا الحكم ليس صحيح وأنه قد صدر بناء على خطأ ترد فيه قلم الكتاب أو ترد فيه مستشار القاضي المقرر في المحكمة بعد أن المتهم لم يتقدم للتنفيذ طبعاً في الجنائي يتقبل في المدني نحن نتكلم بقى على إن أنا رفعت دعوة خضائية مطالب بتعويض والتعويض يرفض فأنا تسائل لما زروفي تتعنب النقر يقال أنك لم تدع التوكيل أو أنك لم تطعم في المعاد أو أنه ليس بيدك وكالة تجعلك تمثل تجعلك تمثل هذه الشركة تحديداً أو الطعن تحديداً فالحقيقة كتبت البحث وانتهيت في نهاية المطاف انتقدت الموقف الحالي اللي فيه نوع من الشيسوس والتعارض في الفترة والمنطقة إذا كانت محكمة النقر في فرنسا وبالجيكا والولايات المتحدة الأمريكية المحكمة العليا والإندترا انتهوا في نهاية المطاف إنه لا يوجد تحصين بقوة الأمر المقضي فيه اللي مثل هذه الأحكام وانتهى البحث إلى إني دعوت محكمة النقر إلى أن تستجيب وبعد ياب سنوات تقابلت مع رئيس محكمة النقر اللي كان رئيسي بمكتب الفني وسألني هل أثمر البحث وتراجعت محكمة النقر عما فعلت قلت له لقد نجحت في سحب حكم بالبراءة كمدعي بالحق المدينة وكان سعيدا جدا قال لي هذه هي بداية المطاف وعليك أن تتابع هذه القضية أن محكمة النقر يجب أن تعجح تعجح عن موقفها الحالي بأنها نهاية المطاف في إجراءات التقاضي أصابت أم أخطأت وأن حكمها هو أقوى من الحقيقة فيما يتعلق بالقضاء المدني أو الأنزاعات المدنية والحقيقة وأنا بكتب في البحث أشرط أن المال والبنون زينت الحياة الدنيا فالمال شيء مهم جدا فإذا كنا سننتهي في المطاف أن المال ليس مهما وأن محكمة النقر تعتقد أن أرواح الناس سحرياتهم أزمن من المال لأن المال إذا فقدته وأنا رجل تاجر أو مستسمى قد أفقد حياتي قد أفقد صحتي قد أفقد سمعتي قد يهونوا علي الموت ولا أفقد مالي وطبعاً إحنا نتكلم على عقود ممكن تكون معمولة بخمسة مليار، بعشرة مليار طب إذا ربطنا هذا الكلام بفكر التحكيم بنجد أننا في التحكيم بنحصل على حكم ثم يطعم بالبطلان ويرفض الطعن بالبطلان ثم يطعم بالنقض في البطلان تصوروا لو حضرتكم تعنتوا بالنقض في حكم البطلان أو تعني في حكم البطلان بالنقض ضدكم وحضرتك تفاجأ بأن محكمة النقض ترفض الطعن من حيث الشكل وتقول أنك لم تتقدم بوكالة عن الطعن أو أنك لم أن الطعن بحالاته الراهنة أنك لست مقيداً للدفاع أمام محكمة النقض ونزاع مدني وبعشر مليار دولار ونزاع تحكيم أو نزاع تجاري وفي نهاية المطاف تخرج خارج الوفاد حصلت على حكم التحكيم ولكن دعوة البطلان في نهاية المطاف أبطلت الحكم ورفض الطعن بالنقض في حكم البطلان نتيجة ليس لأن حكم البطلان صحيح ولكن لأنه قد صدر بإبطال الحكم ولم توفق في نقض الحكم الصادر رغم وجود مخالفة قانونية صريحة من هنا جاء الربط ما بين فكرة سحب أحكام محكمة النقض وقضاء التحكيم وأننا كلنا في نهاية المطاف نرتبط بمحكمة النقض كملازي أخير تنظر الطعون بالنقض في دعوة البطلان لأحكام التحكيم وفي نفس الوقت نتكلم عن النظام القضائي ونشعر بالحزن والحزن الشديد عندما نجد أن محكمة النقض تفرق ما بين المزاعات الجنائية أو القضايا الجنائية والأنزع المدنية والتجارية وتقول أسحب في القضاء الجنائي ولا أسحب في القضاء المدني حقيقة العملية فعلا تحتاج إلى وقفة وأن هذا البحث كان بداية الطريق من حوالي سنوات طويلة جدا لأن أول نشر دي أعتقد من حوالي أكثر من ربع قرن في مجلة القضاء ثم نشر بعد ذلك في مجلة مصر المؤسرة هي النسخة اللي أنا وزعتها لحضراتكم لقيتها متاحة على شبك الإنترنت بفضل أحد الزملاء أمداني بها وطلبت منه أن يتاحها وأنا قدمتها أيضا لمركز التحكيم بحيث أنها تتاح لحضراتكم حضراتكم نقرأ البحث بالدكة الشديدة جدا هتجدوا أن كل كلمة بقولها لها سمد لا يوجد أي منطق ولا عدد ولا عدادة في أن يقبل السحب في المسائل الجنائية ويرفض السحب في المسائل المدنية وهنا مرة تاني إشكالية المصطلح أنا خصصت لها جزء كبير من البحث المصطلح اللي هنا هو سحب لحكم وليس إلتماس ساعدة نظر وليس دعوة بطلان إن محكمة النقد بطول أحكامها لا يمكن النايل منها إلا بداعوة بطلان أصلية ونعلم كلنا أن دعوة البطلان الأصلية محكمة النقد متشددة جدا في قابلها وإن كان عندنا في قضية كانت شهيرة جدا شغلت الرأي العام قضية الأستاذ الدكتور ناصر حامد أبوزيد رحمة الله عليه وطعن بالبطلان في حكم محكمة النقد ورفضت محكمة النقد بطلان وتمسكت بقضائها رغم أن قضائها كان محل نظر في ذلك الوقت وإحنا كان في وقهاء ما عندناش مشكلة في أن احنا نتعامل مع اجتهادات محكمة النقد بأنها اجتهادات تحتمل الصواب والخطأ وقد يكون الصواب فيها أكبر من الخطأ ولكن هنا في نهاية المطاف بشر مجتمع من بشر نصيب ونخطئ ونخطئ ونصيب فإذا كان الصواب والخطأ مكتوب على البشر والبشر قد يتولى مقعد القضاء فيجب ألا نقبل إطلاقاً أن يعصاصم القاضي لنصتي ليعصم حكمه من السحب إذا كان ذلك راجعاً إلى سبب لا يد له فيه ولا يتحمل وزره ولكن من يتحمل الجرم والوزر والمسؤولية هو قلم كتاب المحكمة الذي قد يكون لسبب أو لآخر لم يرفق بالأوراق ما يفيد أن التوكيل قد أدع أو أن المحام له صفة في الطعم بالنقدة أو أن الطعن مقدم في مسألة تقبل الطعن فيها معرفين دوقتي أن نصاب الطعن بالنقد 250 ألف جنيه زي الواحد فممكن محكمة النقدة تجتمع وتقول أن نصاب الطعن أقل ويتبايا أن مش 251 ألف ده 251 مليون يعني المبلغ ليس 249 ألف لا 249 مليون جنيه فهل ممكن أن نقض ونتضي ونتسامح أن محكمة النقد ترفض الطعن بالنقدة لأن النزاع ليس في حدود النصاب المطلوب لمحكمة النقدة بحين أنه يدخل في النصاب أعتقد أن المسألة محتاجة وقفة واهتمام حضراتكو بهذا الموضوع مهم جدا ومتابعتنا كلنا لهذا الموضوع حتى نصد إلى كلمة سواء أن قضاء المحكم العوني في أي بلد من البلدان يجب أن لا يكون بمعزل عن فكرتي العدل والعدال وده بيربطنا كرجال قانون بفكرة أريستو أن أريستو هو صحب فضل علينا كلنا في نظرية التعويض أن دور الحاكم هو إسعاد شعبه وأنه إذا قصر في إسعاد شعبه فمن حق شعبه أن يثور عليه وإذا ثار عليه يمكن أن يسكته ولكن لا يسكت الدولة لأن وجود الحاكم في السلطة مقتنم برضاء المحكوم بقضاء الحاكم فإذا الحاكم يقضي ويقرر وله قاضي يمثله يمثل نظام قانوني في الدولة ويرأسه قاضي فإذا القضاء تمسك واستعصم برفض بطعاً تقوم بالنقل في أحكام تستوجب السحب أعتقد أن فكرة الترضية القضائية الرانيدي سوف يعطيك ربك فطرده لأعلى مرتبة من مرات للتعويض سوف يعطيك ربك فطرده نحن لازم نقول أن الترضية القضائية التي يعرفها فقه القانون الأنجل الأمريكي والتي فشل النظام اللاتيني في أن يتعامل معها بجدية على مدار عقود ولكن اهتموا جداً في الفترة الأخيرة وبدأ فيه اتجاهي للتوحيد على قواعد المسؤولية العقدية ومسؤولية التكسيرية وأن لا يتصور أن يكون المضرور في المسؤولية التكسيرية يحصل على تعويض أكبر مما يحصل عليه في مسؤولية العقدية يعني غير منطقي أن أنا أتطبق بعقب فلا أستطيع أن أطالب إلا بضرر مباشر متعقع ولكن إذا كان الضرر الذي لحقني لم يقع بسبب عقب أستطيع أن أطالب ضرر مباشر متعقع وغير المتعقع الفكرة الآن هو أن التوحيد في قواعد المسؤولية أن نرفع من قدرة القاضي في تقييم عناصر الضرر والتعويض لنصل في نهاية المطار إلى الترضية القضائية أو الرضا أو القبول أو الشعور بالسعادة هذا هو الذي نجين به كلنا لعلامة أريستو اللي وضع الحجر الزاوية في أي نظام ناجح سواء كان نظام دولة أو نظام إيجاري أو نظام قضائي هو رضا المخاطب في تدخل الجهة الإدارية أو الجهة القضائية أو الدولة بمؤسساتها المختلفة أرجو أن تكون الفكرة وضحت لحضراتكم وحماسي الشديد جداً بالدفاع عن مصداقية محكمة النقد وأنها على رأس هذا الهرم القضائي النصري الذي نعرف تماماً تاريخه المشابه وإجتهاداته المتميزة وكلنا تعلم من أحكام النقد وسياغتها الرصينة وهو إرث درجة عليه محكمة النقد على مدار عقود وقدمت أحكام متميزة للغاية وهذا الشأن ينطبق أيضاً على بلاد عربية أخرى وفرنسا والدولترا وأمريكا نجد قضاء المحاكم العالية له ألق وله تميز وله نوع من الاحترام الشديد والرهبة في النفوس نحن نتحدث عن قضاء النقد ولكن هذه الرهبة قد تزول وهي إلى زواج إن تمسكنا بأن فكرة سحب الأحكام لا تنطبق إلا على القضايا الجنائية دون القضايا المدني أشكر حضرتكم الحسن المتابعة ومتاح لأي أسئلة من جانب حضرتكم شكراً جزيلاً دكتور حسام على هذا العرض المستفيد الحقيقة فيه طبعاً أسئلة إنما فيه أيضاً بعض السادة الحضور وضعوا تعليقات على موقع التشات مش على الأسئلة فهنحاول نستعرض هذا وذلك فيه سؤالين بيدوروا في نفس الفلك السؤال الأول من أستاذ عفتاح علي بيقول إن القضايا ذاتها تمتد أيضاً لا فقط في حالة عدم إرفاق التوكيل بل أيضاً في حالة عدم قيام قلم الكتاب بإرفاق كل أو بعض المستندات وسؤال آخر في نفس السياق من الأستاذة هودا نور بتقول هل أسباب متعلقة بالسحب طبعاً أو بالأحرى تقتصر على سند الوكالة وهي السابقة التي صدرت الحالة التي حضرتك عرضتها أم للسحب سبباً عاماً دون تحديد طبعاً هو السحب يجب أن نكون على ثقة كاملة أن السحب ينطبق كلما كان عدم قبول الطعم راجع إلى سبب لا يتحمل وزره الطعم وطلبت الحضراتكم مثال أن المحكمة نفسها قد تنتهي إلى أن الحكم لا يدخل في نصاب قضاء النقد ثم يتبين أنه في نصاب قضاء النقد أو يتبين أنه ليس فكرة أن التوكيل فقط فكرة أنه نطعم في المعاد أو نطعم في المعاد فالحقيقة يتسع لكل ما لا يتحمل وزره الطعن ولكنه يتكلم من حيث قبول الطعن شكلاً فسحب الحكم الحقيقة من صداقيته الحقيقية أنه يدافع عن قبول الطعن شكلاً ولا يجادل في موضوع الذي انتهت إليه محكمة النقد في نهاية المطاب بقبول الطعن أو رفضه لا نستطيع أن نعيب الحكم في الموضوع نخالف قضاء النقد رغم أنه المسألة الحقيقة محتاجة مراجعة هذا موضوع يدخل في مناقشة أخرى أنه عندنا دوائر داخل محكمة النقد بتصدر أحكام متعرضة فأنا لو وقعت إمام الدائرة ألف الدائرة ألف حتعطيني كذا الدائرة به لا تعطيني مثالي مهم جداً وأنا مرتدي في القضايا دخلت قدام دائرة من دوائر محكمة النقد في القضاء المدني وكل ثقة أنني سأربح الدعوة وطلبت تعويض عن ضرر أدبي خمسة ملايين جنيه لشخص اعتباري لشركة أمثلها وكان رد محكمة النقد أنك لا تستاهل التعويض عن ضرر أدبي لأن الشركة غير مخاطبة بالتعويض عن ضرر أدبي وأن من هو مخاطب بالتعويض عن ضرر أدبي هو الشخص الطبيعي وحد رغم موجود أربعة أحكام لدوائر أخرى داخل نفس المحكمة تعطيني تعويض عن ضرر أدبي كشخص اعتباري تصور حضراتكم إن دي مشكلة تانية غير مشكلة السحق ولكنها مشكلة مهمة جداً في الموضوع بقى إن محكمة النقد في الموضوع في تعارض بين الدوائر وبيقع ضحية ليه المتقاضي حلونا في موضوع مناقشتنا اليوم نحن بنقول أن الطعن يرفض شكلاً شكلاً لسبب لا يتحمل وزره الطعن في حقيقة محكمة النقد أنا وجدت عندها حالات كثيرة جداً يعني في حالة من الحالات مثلاً أنا شخصياً مش مقتنع إن المحكمة نجحت في أن تحكم بالعدل إن شخص قدم من المينيا بالطعن في قلم كتاب محكمة النقد بالقاهرة في طعن مدني وللأسف الكهرباء كانت معطوعة وللأسف تأخر الوقت في التعامل معامل الموظفين ووصل هو كان واصل متأخر شوية المهم الساعة 12 خزنة قفت فقالوا له خزنة قفت وإن الطعن لا يقوى إلا إذا دفعت فالرجل تصرف وتحدث مع مكتبه في المينيا وطلب من مكتبه في المينيا إن هو يسدد في خزانة محكمة المينيا وحارفين إنه في خارج القاهرة في سهولة ومرونة أكبر من في الخزنة قبل رسوم الطعن رقم كذا المقدم لمحكمة النقد بالقاهرة وقدم الإصاد إلى محكمة النقد والدائرة أصرت على أن المقصود بالطعن بالنقد هو طعن يودع ويسدد قيمة الرسم وتسدد قيمة الرسم كاملة في قلم كتاب المحكمة بالقاهرة وليس بالمينيا ورفض الطعن حقيقة أنا بالنسبة لي دي حالة من حالات سحب الأحكام إنما إحنا متحمسين جدا إن إحنا نتضامن معا إن إحنا بنزود عن مصداقية نظام قانوني كلما كان عدم قبول الطعن شكلا ده الجزء اللي أنا بتكلم عنه نهاردة لا يتحمل وزره الطعن ولكن يتحمل وزره قلم كتاب المحكمة أو يتحمل وزره القاضي المقرر الذي أعد مسودة الحكم وعرض على باقي الزملاء يجب أن نقف عندها ونقول لا إحنا نتكلم عن مسألة عادلة جدا وقضية عادلة أنه لا يجوز لمحكمة النقد أن تستعصم بقوة الأمر المقدي فيه لتعصم حكمها من الإلغاء والسحب لأن الطعن لم يخطئ ولكن من أخطأ الخطأ منسوب إلى المحكمة وبعد طبعا في نهاية المحاضرة بفتح المجال لحضراتكم أن احنا نفكر أيضا كيف نواجه الحالات التي تتعارض فيها الدوائر وهي ليست حالة ساحة كيف نواجه الحالات التي تتعارض فيها الدوائر أمام محكمة النقد فأذهد وأطالب مثال محدد بتعويض عن ضرر أدب للشخص الاعتباري وتقول محكمة النقد لن أحكم لك بالتعويض عن ضرر أدب للشخص الاعتباري لأن هذا خاص بالشخص الطبيعي مثلا في تعارض الدوائر محكمة النقد فيما يجعلها تعلق بالحمل المستكن هل يجوز للحمل المستكن أن يطالب بتعويض عن فقد والده في حدث؟ طبعا نعلم أن الشخصية القانونية تبدأ بالميلاد وانفصال موجود عن جسم أمي حياً أو قابل للحياة وفقد القضاء الفرنسي إنما محكمة النقد المصرية متواترة في أحكام كثيرة جداً أن الحمل المستكن لا يستطيع أن يطالب بتعويض عن ضرر أدبي ونتيجة فقد والده حقيقة فيه ثلاث أحكام طلعوا من دوائر أخرى في محكمة النقد في العشر سنين الأخيرة بيقبلوا فكرة تعويض الحمل المستكن لأنه ولد يتيماً فيجب أن يحصل على تعويض من من تسبب في وفاة الوالد أنا مما بروح لمحكمة النقد وقعت أمام قاضي من أصحاب الرأي الأول وقعت وسعدت السفير راح قاضي من النوع الثاني من الدائرة الثانية هو حصل على حكم وأنا لم أحصل على حكم دي مسألة تانية يجب أن نتفرغ بدراستها ونتعامل معها لأن مصداقية النظام القضائي على المحك وأن احنا بندافع عن مصداقية محكمة عليا ننظر إليها بالإعجاب ننظر إليها بالتقدير نتعلم منها ندرس أحكامها باهتمام شديد جداً نترقب أحكامها التي تصدر وندرسها دراسة جيدة ولكن لا يجب أن يمنحول هذا بيننا وبينه أن نطالب أن يعود الحق إلى أصحابه وأن تطبق فكرة العدل والعدالة بميزان من ذهب وتقال بمكيال من ذهب وتنطبق السكين تقطع الحكم إذا كان الحكم قد جانب السواق أيضاً فيه دكتور تعليق أحب أن أشارك حضرتك فيه بيقول الأخ الكاتب بالتعليق بيقول مدى انتباق اعتبارات سحب الحق مع القاعدة المقررة في الفقه الإسلامي بقول سيدنا عمر رضي الله عنه ولا يمنعنا قضاء قضيت فيه اليوم وراجعت فيه لرشدك أن تراجع الحق فيه فإن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل خلي بحضرتك وطبعاً سيدنا عمر هو سيدنا عمر لست في مجال الحديث عنه ولكن كلنا نتعلم منه لكن سيدنا عمر هنا بيتكلم عن التمادي في الباطل في حالات أخرى إنما لو أنا كقاضي حكمت برفض دعوة مدامية وقلت لك لا استساح بحق وأدركت أنني قد أحضرت ما هي الحالات الموجودة في الفقه الإسلامي أسدتنا في الفقه الإسلامي يقولون إن القاضي بعد ما أصدر حكم برفض دعوة تعويض أو ما أصدر حكم بتعويض 100 ريال أو 100 درهم أو 100 جنيه ورجع تاني يقول لا أنا هحسب 100 ميديون أنا على حد أبلي مش موجود إنما سيدنا عمر في الحديث المنسوب إليه رضي الله عنه وأرضاه بيتحدث عن فكرة التمادي في الحطأ لا يجب أن يمنعني قضاء من أنني أعدل عن قضائي في أي مرحلة لاحقة إذا وجدت أنه أقرب إلى الرجد وأقرب إلى الهدى وأقرب إلى العدل وأقرب إلى العدالة إنما في نهاية المطاف نحن نتحدث عن قضاء من بشر ويجب أن نتعامل معهم بمنتع الحرص كل الاحترام والتقدير وسبب هذه المحاضرة هو الحرص على هذه المنصة العالية وأن نبعد عنها فكرة الهجوم الذي يحدث من كثير من الأشخاص ويقول أنني لم أرتكب حطأ لقد استقدمت أعظم المحامين وتابعت القضية بنفسي وحضرت الجلسات وطعمت في الميعات ثم فوجئت بأن المحكامة قضت بأن طعني غير مقبول والطعن كان يتعلق بثروتي التي تتمثل في 500 مليون دولار استثمرتها على مدار عقود طويلة إرت العائلة والشركة فيها أموال من أصدقاء كثيرون أعطوني الأموال وأولوني الثقة ثم فوجئت بأن الطعن قد رفض لأنني لم أطعم في الميعات ولم أتقدم بسنج الوكالة أو لم أتقدم بسنج الوكالة هل مقبول؟ لا أعتقد أن من بيننا من سندافع عن هذه القضية لأنها قضية في نظري محكوم عليها بالفشل في نهاية المطاف إذا إحنا دفعنا عنها لأن العدل والعدالة يأبأ كل منهما أن ننتهي في نهاية المطاف إلى أن قاعدة محكمة النقاط هي نهاية المطاف في إجراءات التقاضي أصابت أم أخطأت وأن حكمها هو عنوان الحقيقة بل هو أقوى من الحقيقة نفسها ويجب أن يسقط ويجب أن نتعامل معه خصوصاً أن موضوع المحاضرة بيتكلم عن قبول الطعن شكلاً ربما سؤال أخير نختتم به دكتور حسام هو السؤال الحقيقة بيجمع عدة أسئلة من عدد من السادة الحضور كلها بتدور في إطار واحد حضرتك في ما تفضلت به واضح منه أن هناك موقف للدوائر الجنائية بيقبل بسحب الأحكام وهناك موقف وإصرار من الدوائر المدنية بعدم سحب الأحكام وأن الحكم النقض هو زي ما ذكرت عنوان الحقيقة فيما قضى به أو ربما أقوى من الحقيقة السؤال بيتدور في إيه هو الحل اللي ممكن يخرجنا من هذه الإشكالية هل هو الحل من خلال حل تشتريعي يضع حل ومبدأ عام لهذه الإشكالية أم أن هناك فكرة أخرى برضو مطروحة ودي كانت في ذهني وأنا بستمع لهذه المحاضرة لماذا لا تكون هناك دائرة لتوحيد المبادئ في محكمة النقض كما هو الحال في المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة عندما تصير دوائر محكمة النقض إلى الاختلاف في الرأس في موضوعات تبدو فيها قدر كبير من التماسل لماذا لا تكون هناك هذه الدائرة لتوحيد المبادئ فتضع مبدأ واحد تصير عليه كافة دوائر محكمة النقض وهذا موجود يا سعد السفير بالفعل في محكمة النقض ولكن المشكلة أننا ندعو جميع الدوائر بعدد هائل من السادة المستشارين ويتفقوا جميعا على رأي واحد الحقيقة حالات توحيد المبادئ اللي هي عن طريق دوائر مجتمع سواء الدوائر المدنية أو الدوائر المدنية والجنائية مجتمع لا إما مدنية الوحدها لا إما جنائية الوحدها لا إما مدنية وجنائية مجتمع حالاتها قليلة جدا في تاريخ محكمة النقض وإن كانت تحقق إلى حد كبير مصداقية أعلى للنظام القضائي وأنا سعيد بيها جدا خصوصا أنها بتتمل بمجادرة داخلية من محكمة النقض أنها تقول أن العدالة لا تستقيم أن بعض الدوائر تحكم ذات اليمين وبعضها يحكم ذات اليسار إنما النقطة اللي أنا بتكلم عنها النهاردة اللي عايزني ديها التركيز الأكبر هو هل هناك من بين الحضور من يقبل أن تعطصم محكمة النقض بقيمتها وقوتها وقدرتها ومكانتها الأدبية لدينا ومكانتها القانونية والقضائية لتعصم حكمها من السحب إذا كان سبب السحب راجع بخطأ لا يتحمل وزر الطعن لا أعتقد أن من بيننا من سيدافع عن عدم قبول الطعن شكلا يجب أنه إذا كان حكمة بعد أن قابول الطعن شكلا يجب أن تنبه إلى أنه يجب أن يكون هناك فعلا خطأ من الطعن من أحد شكلا إنما إذا كان الطعن لم يخطئ هل تملك المحكمة أن تخطئ وتحمي نفسها بأنها لا تعيد النظر فيما قالت؟ طب إذا كانت المحكمة من حقها أن تقوم بهذا الأمر فلماذا قبلت الدوائر الجنائية ولماذا ترفض الدوائر المدنية؟ قد يكون الحل زي ما حضرتك تفضلت بتعديل تشريعي يلزم محكمة النقر بسحب أحكامها وزي ما فرنسا بتقول كلما كان الحطأ لا يتحمل وزر الطعن وده حيوسع في الحالات التطبيق وحيتيح مجال لعدالة أفضل وعدالة أقوى وعدالة أكثر احتراما وأكثر تقديرا وأكثر توقيرا في النفوذ في النهاية لا يستعني إلا أن أشكر أخي وصديقي وزميلي أستاذ الدكتور حسام لطفي على ما تفضل به على هذه المحاضرة القيمة واللي فتح بها أفاق للتفكير ولطرح موضوع في غاية الأهمية موضوع الحقيقة بيندرج تحت عنوان أهم هي عنوان العدالة وكيفية الوصول إلى العدالة ليس هناك عدالة مطلقة إنما على الأقل أن تكون هناك عدالة بين الأمور المتشابهة لا يكون هناك تناقض بين حقوق متشابهة ده يشير في اتجاه وجانب أو دوائر أخرى تتسير في اتجاه آخر أشكرك الدكتور حسام ألف شكر على هذا اللقاء وهذه المحاضرة القيمة وطبعا لا يسعني إلا أن أشكر مرة أخرى كل السادة للحضور على حضورهم ومشاركتهم معنا والتعليقاتهم وأسئلاتهم التي أثرت هذا النقاش وأيضا الشكر موصول للزملاء في مركز القاهرة القيمة للتحكيم التجاري الدولي على كل ما قدموا لنا من دعم لوجستي وفني من أجل إنجاح هذا اللقاء شكرا لكم دمتم بخير وإلى لقاءات أخرى بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله شكرا لكم